السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهل ورسلام بكم. متابعين القناة معكم اخوكم محمود ابو الدنيا من قناة محمود ابو دنيا الالكترنت. هنورر حضراتكم ازاي تبرمج الرمود المتعدد للشاشة هاي سوني اتنين وتعاتين بوصة او معظم الشيط الصينية او طريقة برمجة الرمود المتعدد لمعظم الشيط الصينية. هنضغط من من الرمود كده على زر ست اللي انت شايفينه حضراتكم معايا ده. اهو. زر ست وبعد كده اضغط على زر البور هتنور معايا اللمبة. وبعد كده من زر الرافع الصوت لفوق. هبدأ دوس دوسة بدوسة كده مش ضغط ورابع دي. لا دوسة واحدة وبعد كده بنتظر يعني بتخليها في فاصل كده زمني ازاي اه ثانية او اقل من ثانية بين الدوسة والدوسة. وهتركز مع الشاشة اول ما تظهر معاك علامة علامة الصوت هتبدأ ترفع ايدك من على زر الصوت. انا افرد الصبر كده عشان. هتبدأ كده. من الرمود كده. بعد ما عملنا كده دوسنا على زر ست والباور مع بعضيهم واللما بناورت هنبدأ على زر رفع الصوت دوسة بدوسة كده توجهو ناحية الشاشة. وبعد كده عينك على الشاشة. اول ما تظهر علامة رفع الصوت اعلى الشاشة. هترفع ايدك من على زر الصوت. زي ما انتم سوفين هتركب معاك الصوت ظهرت معي. رفعت يدي مع زر الصوت. بعد كده هضغط على زر ست ده. الغي معي البرمجة وهننشوف كده. زي ما الشاشة فتحت معي. لو عايز مسلا اجيب القامل السريع مسلا. للشاشة هضغط على واحد. واحد اربعة سبعة. افتح للسير بس منول بتاع الشاشة اي اعدادات عايز اعملها عليها. تبقى موجودة معك. لو عايز تغير اي حاجة موجودة. ورمود اشتغل معي بصورة طبعية نعمل كده. ونشوف بقية قائمة رمود الصورس اهو. وضغطنا على زر الصورس. اهو ظهر معي زي ما الرمود المتعدد على الشاشة لو ما عندكش رمود للشاشة او حاجة. الرمود ده طريقة برمجته زي ما ورنا حضراتكم دي اصل طريقة برمجة الرمود على معظم الشاشات الصيني او او اي شاشة عمتا بتجرب الطريقة دي طريقة من خمس طرق اللي احنا اه عرضناهم قبل كده في فيديو على الكنان موجود عندنا وعندنا كزا فيديو برمجة الرمود ده على الشاشات وفتح السيرفز منول بتاع معظم الشاشات الصيني. واضبط الباق برضو بنفس الرمود اللي هو اليونيفرسل ده. الرمود ده فيه نوعين. فيه منه مضروبة عشان تأخذوا بلتكم حضراتكم. فالرمود تتأكد ان المكتوب عليه الاسم ده من تحت. علشان ما اجيبش رمود تاني مش هشتغل معك على لمازم الشاشات. ممكن اشتغل معك على الشاشة اتنين. مش هشتغل لمازم الشاشات. انما الرمود ده عن تجربة ممتاز. شغال على الصيني واعتبر كله. واكواد الرمود ده لو احتقتوا اكواد عندنا فيديو على القناة. ان شاء الله. موجود على القناة هتلاقيه باسم اكواد السيرفيس منول او اكواد السيرفيس منول للشاشات الصيني. هتلاقيه جميع لك معظم الاكواد الصينية اللي ممكن تستخدمها لو الكود اللي هو احداشر احداشر اربعة سابعة ده ما اشتغلش معكم ان تفتفتها على السيرفيس منول. وبكده هيكون الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله خلص معكم. واي حد عنده تعليق او استفسار يتركوا اسفل القناة. ونحن امتلمنا بالصلاة والسلام على عشرة في خلق الله سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد في الاولينا وفي الاخرين وفي الملع اعلى الى يوم الدين. كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا من قناة محمود ابو دنيا الالكترونيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.